اهلا بمحاضراتكم طلاب المستوى الاول كلية الزراعة جامعة سهاجة انتظار الاتحاق الشباب معنا ان شاء الله في المحاضرة تماما حد بس من اللي دخلوا ويأكد لنا جودة الصوت والصورة احمد حجاج عليكم السلام ورحمة الله وبركاته احمد لو تكرمتي احمد انت او حد ان زمالك يأكد بس ان الصوت والصورة واضحين اماني اهلا وسهلا اسامة فاطمة ليلى نور اسامة حسن اهلا وسهلا طيب حلوة الصوت والصورة واضحين الحمد لله طيب يا شباب زي ما احنا متفقين نهاردة ان شاء الله المحاضرة التانية اونلاين او المحاضرة الربعة في اجمالي محاضرات المقرر جزء الاجتماع الريفي انا طبعا متابع معكم ومع استاذي وصديقي وزميلي فاضل فطر عبد المجيد الجزء التاني من المقرر الجزء الاولاني من المقرر اللي هو السياة الاقتصاد الزراعي وبتابع المحاضرات بحب يعني ومتابعة شيقة جدا كالعادة فطر عبد المجيد متألق ربنا يبرك فيه ولا يتدخر جهدا مع طلابه وكلنا تلميذ يعني فانا متابع الجزء الاولاني واحنا حاليا فيه الجزء التاني اللي احنا ماشيين بالتوازي مع بعض اساسيات المجتمع الريفي احنا نهاردة ان شاء الله مع بعض فيه الباب الرابع صفحة 62 الباب الرابع صفحة 62 من الكتاب بالمناسبة فيه اسئلة كتير جدا بخصوص الكتاب وتوفره كتاب متوفر في الكلية وكل يوم فيه عشان تتابعوا معي بس النظري والعملي هنتابع معكم ان شاء الله نشوف قليها قريبا يوم لحد بكرة هتابع مع زملاءنا المعايدين الالية التواصل معاكم اونلاين علشان تاخدوا كمان الجزء العملي وتتابعوا كرساتكم فهو متاح في الكلية لو حبين يكون متاح في حتة تانية برا الكلية عشان ما تروحوش وتختلطوا وكده بجمع قولولي واحنا انا معاكم متواصل 24 ساعة اللي حابب بيقولي فكرة يقول نحط الكتاب فين في اي حتة انا تحت امركم وان شاء الله معاكم المهم ان انتوا تكونوا بسلام وامان والمحتوى العلم هيوصل لكم باي شكل ما تقلقوش ان شاء الله امور بسيطة اهي طيب الباب الرابع الفروق الريفية الحضارية ده صفحة 62 في الكتاب النظري في نسخة 2021 ببساطة كده يا شباب احنا عايزين نقول في اه انا طبعا الكومنت دي هقراها كلها وهتبحها كلها وان شاء الله هرد على اكبر قدر ممكن منها وكل اقتراحتكم وكل اقراكم واسئلتكم هشوفها ان شاء الله في الكومنت حتى لو بعد اللايف بإذن الله اللايف بينزل على القناة بعد حوالي ساعتين بيبقى متاح كفيديو فهتلاقوه متاح بجودة عالية جدا ان شاء الله هكتهد بيكون متاح في اسرع وقت ممكن وهنتابع مع بعض ان شاء الله وتحت امركم في اي كومنت او اي اسئلة او اي استفسارات او اي طلبات وتاني باكد قبل ما نخش في المحاضرة كونوا مطمئنين ان احنا معاكم احنا كل زملاء عضاية تدريس والدكاترة في كل حتة المعايدين والزملاء كلهم وكل ادارتين كلية احنا معاكم ودايما في صفوكم ودايما اللي في صالحكم ولا يتعمل فكونوا مطمئنين مهم تحافظوا على سلامتكم وسلامة اهلنا في البيوت طيب الفروق الريفية الحضرية ليه ندرس الفروق الريفية الحضرية احنا كنا درسنا اساسيات التخصص بعد شوية من شوية في المحاضرات السابقة وقلنا ليه ندرس اصلا علم الاجتماع وليه ندرس علوم انسانية في الزراعة وهكذا هنا مهم جدا دي اجابة تقريبا على السؤال ده اللي انا قلت لكم هتيجي الاجابة بعدين الاجابة هنا الاجابة ليه ندرس هو ده السبب عشان لازم نفهم طبيعة المجتمع الريفي لازم نفهم من هم هؤلاء الناس اهلنا في الريف اللي هم منوط بيهم التوصيل او الوصول والحصول على المعلومة الزراعية الجيدة العلمية المبنية على اساس علمي فلازم نفهم طبيعة هؤلاء الناس لازم نفهم كيف يفكرون لازم نفهم سماتهم الرئيسية لازم نفهم خصائصهم الشخصية لازم نفهم الحاجات دي كلها اللي بيها نفهم احنا طبيعة السوق بتاعنا لان هم في الحقيقة هم السوق بتاعك هم الناس اللي انت بتوصلهم رسائلك العلمية اللي الناس المفروض تطبقها باحدة السليب العلمية اللي بتاخدها في الكلية وفي المراكز البحثية وخلافه عشان توصلها للناس دي بحيث نحصل على انتاج زراعي جيد وبالتالي حياة ريفية جيدة فلازم نفهم الفروق بين المجتمع الريفي والمجتمع الحضري علشان نغوص في تفاصيل هذا المجتمع الريفي لازم نفهم طبيعته لازم نفهم الناس بتفكر ازاي عادتها ايه اهم القيام اللي عندهم ايه وهكذا الحقيقة الموضوع ده مش جديد الموضوع ده قديم جدا ومشهور جدا ومعروف جدا في العلم وعندك في الكتاب هنا اسمها لستة من العلماء والخبراء اللي يقفضوا يعني في موضوع الفروق بين الريف والحضر كتير جدا وانا اختصر لك ده في حاجات سريعة فلاش بوينتز ان شاء الله خلال النصع القادم الحقيقة انه المجتمع الريفي ومجتمع الحضري هما الاتنين هما المكونات الطبيعية والتقليدية للمجتمع عموما لما نقول مجتمع المصري دايما مجتمع ريفي ومجتمع حضري هكذا لما نقول مجتمع الامريكي مجتمع ريفي ومجتمع حضري لما نقول مجتمع الفرنسي مجتمع ريفي ومجتمع حضري فده كان شاغل رئيسي من شواغل متخصصين في علم الاجتماع من فترة كبيرة جدا من اوائل القرن التسعة عشر وازدهرته طبعا في القرن العشرين لما ظهرت ملامح علم الاجتماع الريفي فالعلماء انقسموا الى قسمين كبار قسمين رئيسيين القسم الاول اصحاب نظرية المحك الواحد المحك الواحد يعني يعني single dimension يعني بعد واحد من ابعاد الحياة بيفرقوا بيها بين الريفي والحضري فبيقولوا انه مثلا لو خدنا محك زي محكات الاتية حجم السكان مثلا التركز السكاني المهنة فنقدر نفرق من خلال المحكات دي نقدر نفرق بسهولة جدا بين مجتمع عريفي ومجتمع حضري فبيقولوا ان المجتمع مثلا اللي حجم سكانه كبير مجتمع حضري والمجتمع اللي حجم سكانه اقل هو المجتمع الريفي ده في وجهة نظر بعض العلماء بيقولوا انه مراكز التركز السكاني دايما حضرية يعني مناطق التركز والتجمع السكاني دايما هي الحضر بينما نمو التركز السكاني القروي ضعيف وقليل يقصد بيه قليل نسبيا نسبة للحضر ناس تاني قالوا المكان اللي فيه الزراحة هي المهنة الرئيسية ده الريف ده تعريفنا اصلا للمجتمع الريفي في اول محضر المكان اللي يكون فيه مهن متعددة مهن كبيرة مهن وسع سكل واسع من المهن ده يكون مجتمع حضري فتشوف فيه المجتمع الريفي زراعة بشكل رئيسي وبعض القرى مشهورة بحرف اخرى ومهن اخرى هي مهن ثانوية المهنة الرئيسية هي مهنة الزراعة بيقولوا مثلا في الاصحاب هذه النظرية بيقولوا المحكة ده سواء المحكة المهنة ومحكة التركز السكاني والنموه السكاني هو المحكة الوحيد للتفريقة بين المجتمعات فبيقولوا مثلا خلاص هناخد من من وجهة النظر دي بوجهة نظر انه حجم السكان مثلا لو حجم السكان كبير يبقى خلاص ده مجتمع حضري لو حجم السكان فلو قرية يبقى القرية من 2000 ل3000 ساكن واكتر من كده يكونوا ريف وهكذا اسف يكونوا حضر في نظرية تانية اللي هي multiple dimensions theory multiple dimensions theory يعني نظرية المحكات المتعددة او الابعاد المتعددة فبيقولوا اصحاب النظرية دي انه في اكتر من محك اكتر من معيار يحكموا فمثلا لو المهنة زراعة ومعها عدد سكان قليل يبقى دور ريف فكده خد المهنة وعدد سكان لو التركز السكاني كبير تجمع سكاني كبير وفي مؤسسات حكومية كتير وفي مراكز خدمية اكتر وفي مهن كتير غير الزراعة يبقى ده حضر فهو كده بيحكم من كذا point of view من كذا وجد نظر من كذا طبيعة للمجتمع دي اسمها نظرية المحكات المتعددة دي من اصحابها طبعا واشهرها زيمرمان ريدفيلد او روبرت ريدفيلد وورث وسوركن والعلماء دول من علماء الاجتماع بيقولوا انه المقاييس المختلفة بيقولوا هنا حتى عندك صفحة 63 هتلاقي في اسفل الصفحة اسماء العلماء دول يفضل تعرفهم وتكون عارف كويس من هم اصحاب هذه النظرية واهم الخصائص التي تحكم بها النظرية على المجتمعات منها التجانس والتفاعل وخلافه فيه تقسيمات بقى اخرى غير برا النظريات دي برا النظريات دي فيه مثلا بيقولوا ان بعض الدول بتحكم على طبيعة المجتمع حكما اداريا يعني تقول الدولة تقول تسمي المجتمع داريفي او حضر يبونان على ما عنده من معين فمثلا امريكا مثلا بتعتبر ان المجتمع اللي عدد سكانه 2000 and half plus يعني 2000 ونص من السكان فاكثر حضرين و 2000 ونص فاقل ريفي فلو في مجموعة من السكان 2000 ونص وبيشتغلوا في الزراعة دول على طول بيكونوا ريفيين according to the American point of view يعني بناءنا على وجهة النظر الامريكي دول كتير بقى تلاقي مثلا كندا بتعتبر انه 1000 سكان 1000 من السكان 1000 نسمة من السكان فاكثر حضر والف في اقل قرية فرنسا 2000 غينيا 1000 ونص بوتسوانا 5000 وهكذا عندنا في مصر المعيار ده كان لفترة كبيرة من الزمن سائد وكنا بنقول انه 3000 3000 من السكان في اقل قرية لكن حاليا في قرى في الريف المصري 5000 و 6000 و 10,000 و 15,000 ولا تزال قرى لان المحك اللي بيحكم عليها هو المهنة طبيعة المجتمع عادات المجتمع قيمه وده بيديلك وجهة نظر عن الحكم على المجتمع زكريفي او حضري اللي هي متعددة الابعاد multiple dimension theory احنا بنحكم بكده فلو قلنا انه مثلا من التقسيمات اللي حكمت على السكان بالقيم والعادات فردنان تونيز مثلا اف تونيز بيقول ده عالم الماني طبعا فالقرن العشرين قرن اللي فات كان بيأقد مقارنة ثنائية بين الريف والحضر الكلام ده موجود يا جماعة في صفحة 67 اللي عايز يتابع وراي بيقول ان المجتمع قارنة بين المجتمع ذو الطابع الريفي جامنشفت والجزلشفت المجتمع الحضري الذي تسوده العلاقات الميكانيكية اللي هي المتحركة فبيقول المجتمع اللي فيه علاقات بسيطة اسمه هامنشفت أسف جامنشفت والمجتمع الذي تسوده علاقات مفتوحة ومركبة ومعقدة وكمبليكية دي يعني اسمه جزلشفت ده الاسم الالماني للمجتمع الريفي والحضر وبيقول الفروق بينهم مجتمع المحلي المغلق المجتمع المحلي المغلق ذو الوحدة المحدودة النطاق يعني المكان بتاعه أليل مساحته أليلة بيكون مجتمع عريفي أما المجتمع العام المفتوح فهو أكبر من هذا المجتمع المحلي المجتمع الذي يخضع فيه الأفراد أو السكان للسلطات الدين والعدات والتقاليد هو مجتمع عريفي لأنما المجتمع المفتوح هو مجتمع حضري المجتمع الذي تسيطر عليه العواطف مجتمع عريفي المجتمع الذي تسيطر عليه علاقات العمل المباشرة ده مجتمع حضري وهكذا هورد بيكرد مثلا بيقول ده علم برضو ألماني بيقول أن المجتمع عريفي مجتمع مقدس هولي كوميونيتي هولي كوميونيتي يعني مجتمع في قداسة في تقديس أما المجتمع المنفتح هو المجتمع الحضري إيميل دوركايم ده من أشهر التقسيمات في صفحة 68 عندك أنا هرد على التعليقات يا جماعة أنا شايف التعليقات بس هرد عليها في وقتها إن شاء الله عشان بس ما نقطعش الناس اللي تتابع معنا فما نقطعش حبل أفكار إيميل دوركايم من أهم التقسيمات بيقول المجتمع الذي تسوده العلاقات الميكانيكية التضامنية المغلقة مجتمع عريفي المجتمع الذي تكون فيه العلاقات المتماثلة وان تو وان يعني هتوخد دي مجتمعات حضرية الذي تسوده العلاقات الوظيفية هي هو مجتمع حضري من تقسيمات التانية القائمة على فكرة اللي هو رورل رورل اربان كونتينيوم المتصل للريف الحضري دول تلات تقسيمات شهيرة جدا بتعمل مقياس سكيل اللي هم في صفحة 70 أهمهم لومس و لومس و بيجل بيقول إيه لومس و بيجل دول اتنين من العلماء المان بيقولوا المجتمع كل ما زاد تعقيدا حتى لو نفس المجتمع نفس المجتمع نفس الكميونتيا نفس الناس لو زادت العلاقات بينهم تعقيد بقت كل الناس متشابكة مع بعض بقت كل الناس لها علاقات مع بعض بقى كل الناس لها صلاة قرابة مع بعض تلاقيهم المجتمع ده زحف إلى التريف كلما كانت علاقات أبسط علاقات محدودة علاقات مباشرة علاقات ميكانيكية يعني أصد وان تو وان بس مش أكتر من كده بيكون زاد نسبة التحضر فيه فتلاقي عاملك متصل كونتينوم يعني متصل يعني مقياس حطط فيه زيرو بوينت عندك في صفحة سبعين يا جماعة في النص كنت تلاقي متصل سكيل يعني خط أعداد عارفين خط الأعداد في النص في المنتصف الخط صفر دي درجة المجتمع غير معروف الهوية وعلى يمين واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة خمس درجات وعلى شمال واحد اتنين ثلاثة اربعة خمس درجات فبيقول مثلا المجتمع اللي يكون النقطة فيه واحد على يمين ده بدأ ياخد في التريف ايوب بيسأل سؤال مهم محتاج ارد علي دلوقتي بيقول حضرك بتعدي صفحات دي علينا ولا وحضرك بتقولها في الشرح ولا لا انا اللي بقوله هو اللي انت ملزم بيا ايوب اللي انا بقوله لحضرتك ده هو اللي انت ملزم بيا عشان كده دي يوتيوب حل مثالي جدا ان انت تخلي محضرك دي قدامك تعيد وتزيد فيها وتراجع اللي فيها تاخد من الكتاب اللي فيها اللي في المحضرة قول لان ده الوصول اللي انا مهتم ان اوصلها لك وده الوصول اللي هسألك فيها من ناحية الامتحان لا بتفكر في الامتحان فانت تركز معي بس وتفهم الفكرة وبعدين الامتحان امره سهل يعني طيب على يمينك واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة خمسة هو المجتمع البدائي الاكثر تريفا خمسة على يمين خمسة على الشمال والمجتمع المنفتح الحضري الاكثر تحضرا ده في رأيي لومس وبيجن وهكذا بقى واحد يمين واحد شمال دول درجات قليلة من التريف والتحضر اتنين اكتر ثلاثة اكتر اربعة اكتر خمسة حضري صرف او ريفي صرف والشرح بتاعه موجود عندك في صفحة سبعين واحد وسبعين ففي حاجة اسمها urbanization و ruralization يعني التريف والتحضر دي محتاج انك تعرفها كويس قوي وتركز فيه ما هي درجة التريف وما هي درجة التحضر وفي اي مقياس درجة التريف ودرجة التحضر موجودين في مقياس اسمه لومس وبيجن والمقياس ده هو عبار عن صفر في النص خمسة امين وخمسة شمال واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس درجات واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس درجات كلما زاد المنحنة يمينا زاد معه درجة التريف وكلما زاد المنحنة يسارا زادت معه درجة التحضر ده معنى درجة urbanization في صفحة 72 73 جدول بالعرض كده جدول هيل جدا بيلملك كل الصفحات اللي فاتي بيقول مقارنة بين المجتمع العائلي والمجتمع العقدي او المجتمع الريف والمجتمع الحضري المجتمع العقدي العلاقات فيه رسمية ذات اتجاه واحد تأثيرها اكيب كده عند المجتمع العقدي ده الحضري المجتمع العائلي الريفي وقر الكلام ده كويس قوي وافهمه ده معنى ولا لا الجماعة في مشكلة بس كانت في الشبكة اظن اوكي تمام يا محمد بنعتذر عن مشكلة الشبكة حاليا اوكي احنا جماعة وقفنا عند ما تقلقوش ما فيش اي قلق بنعتذر طبعا بس ماش بايدي الشبكة واضح ان في مشكلة حاليا الجودة تمام والصوت كويس والصورة واضحة تمام فيروز سارة نرمين اوكي اوكي اسامة شكرا لكم فالجدول ده جماعة اللي في صفحة 72 و 73 للقصد بعض ده ريت تقروه كويس ده مهمة قوي ويفضل ان انتم تتابعوا ان شاء الله طيب صفحة 74 في حتة مهمة جدا اللي هي مقياس ريتفيلد روبرت ريتفيلد ريتفيلد بيعمل عمل نفس مقياس لومس وبيجي اللي في الصفحة اللي قبل كده في صفحة 70 لكن بدل ما يدي جريد اللي هي 1 2 3 4 5 يمين 1 2 3 4 5 على الناحية اليسار لا هو عامل ايه عامل a b c d فالكونتينوم بتاعه هو هو نفس الفكرة لكن يتوسطه السي وعلى يمينك a b وعلى يمينك d e الف به على يمين وعلى الشمال هه جيم فهي ده وفي النص جيم دول هما المقياس بتاعه بيقول يعني ان جيم ده المجتمع ما انت بتلاقي كده بتلاقي في قرى كبرت جدا في العدد هي كبيرة جدا في العدد واكوردينج ليه هي مش ريف لكن هي قرية اوكي فدي جيم تاخد الريكورد جيم جيم هتلاقي بقى فيه كتير او من الريف وكتير او من الحضر ففيها خدمات كتير جدا لكن لازال اهلها يعملوا في الزراعة مثلا احنا عليهم في صفحة 74 يا اميرة ادها اا اوكي احمد عبدالواحد احنا في صفحة 74 فجيم ده تلاقي كده خليط بين عادات وقيم واخلاق وترتيب وتربية اوكي انا هتشوف الكومنتز هتشوف الكومنتز بس من قطاش الحبل يا جمعة هتلاقي كده فيه كل عادات وقيم واخلاق وترتيبة عقل الريف لكنه فيه خدمات الحضر هتلاقي القرى كده كتير جدا عندنا في سهاج امسيلا كتير جدا عندنا مثلا اا مشطة في طمع شطورة في طحطة عندنا مثلا في مثلا جزيرة شندويل في سوهاك عندنا مثلا بارديس في البليانة مزاتة في جرجة والمجابرة في جرجة وفي دار السلام برضو قرى وهكذا في كتير قوي من القرى فيها الطبيعة اللي هي قرية كبيرة قوي أكبر من أنها قرية لكنها مش مدينة لكنها مش مدينة أنت لما تروح تدخل على مثلا بارديس في البليانة أو تدخل على شطورة في تحتها دي قرية ولا مدينة لا هي مش مدينة لكنها مش قرية مش ريف فدي تاخد الريكورد سي في النص كده هي دي الزيرو الزيرو اللي فيه كتير قوي من الريف وكتير قوي من الحضر فيه من الريف الجدعانة والشامة والكرم والأخلاق والطبيعة القروية والزراع وفيه برضو الخدمات وحدة صحية واثنين وثلاثة ومستشفى كبيرة ومعيدات دا كترة وصيدليات والتالي خدمات أعلى من أنها قرية لكنها وغضة طبيعة القرية وهكذا كمان فيه مدن ما هيش مدن يعني متقدرش تقول ان دي مدينة بالمعنى المفهوم هي مدينة وطبيعتها مدينة وتفكيرهم مدينة لكنهم في حكم القرية من ناحية الخدمات ومن ناحية الزراعة ومن ناحية كذا فيه مثلة تير جدا برضو فيه حتى عندنا في سهاج فيه مدن بالشكل دا هي مدينة على الورق لكنها في الخدمات مش مدينة أقل من مدينة فده مقاس ريتفيلد وده مهم جدا فيه مقارنة في صفحة 75 برضو مقارنة بين خصاص البيئة الريفية والحضرية دي مهمة جدا أرجوكم اطلعوا عليها كويس أوي الكوشح في دارة السلام مثلا طيب اعتوا علوبة اتقولوا كل واحدة والقرية بتاعتوا يعني أنا لو عليها أذكر لكم القرى بتاعتكم كلها كلكم أهلنا وأحبابنا يعني شوء ده الموضوع طلعوناش برا الموضوع فيه مقاس أخير صفحة 76 أخر صفحة في الباب وآخر صفحة في المحضرة اللي هو مقاس ليكرت ليكرت ما عملش مقياس للريف والحضر لكنه عمل مقياس عموماً لقياس الاتجاهات فعمل فيه الصفر في النصف وبعدين 25% 50% 75% 100% وعلى ناحية الشمال سالب 25% سالب 50% سالب 75% سالب 100% وعمل اليمين حضر واللي على الشمال ريف وبالتالي نفس القياس يبقى ريدفيلد لوميس وبيجل ليكرت وريدفيلد قلناه ولوميس وبيجل وليكرت التلاتة أو الأربعة أو المقادول عملوا نفس فكرة المقياس اللي هو يعمل مقياس الصفر فيهم هو المتوسط ويمينه ريف وشمال وحضر بالنسب متفاوت الفكرة في كل هذه التفريقة الريفية الحضرية في الباب ده كله الفكرة اللي في الجدول ايه؟ الفكرة اللي في الجدول ايه؟ بتقول ان المجتمع الريفي لهم من الصفات ما يميزه اهمها ان المهنة هي الزراعة عدد سكان قليل تجمعات قليلة لكن نسبتهم كتيرة يعني زيادتهم بيزيدوا بمعدلات كبيرة لكن على صعيد العدد العدد اقل من المدينة طبعا لهم من الصفات الخلقية الاخلاقيات والعادات والتقاليد والتمسك بالرأي والبساطة في الحياة وهكذا دول يبقوا ريفيين العلاقات بينهم معقدة كلهم نسايب وقرايب واللي مش نسيبه وقريبه واللي مش قريبه لعلاقة من ناحية الام من ناحية الاب بتلاقي شجرة وتشبكات في الريف هتلاقي في الريف برضو السمات الشخصية من الحسم والقوة والشدة وعدم التركيز في كذا والتركيز في التفاصيل وهكذا دي كلها الجدولين ده او ده وكل المقيس ريتفيلد او لوميس وبيجيل او زاندن او ليكرد كلهم بيقولوا كده الناحية التانية بقى المراية بتاعت ده اللي هو الشخص المتحضر او الحضري هو شخص بسيط التفكير معقد التفكير بسيط العلاقات علاقاته اقل اكثر هدوءا من الريفيين اكثر اقل تعقدا الريفي معقد اكثر علاقته مباشرة علاقته محدودة بجاره اللي فوق ده سكن في شقة فالافق دي التاني افق اوسع لانه براح وكذا لكنه ابسط ده معقد اكتر حياته ديناميكية حياته ميكانيكية حياته بسيطة حياته معقدة علاقاته سهلة علاقاته صعبة وهكذا اقل تمسكا بالعداد والتقاليد التاني اكثر تمسكا بالعداد والتقاليد اللي اعراف في الزواج في الجنائز في العزاء في كذا ده يعني احنا في ازمة كورونا الحالية مثلا في الحضر الناس كوشس واخد بالها قدر الامكان يعني قدر ان احنا لازلنا مصريين طبعا فقدر الامكان يعني يمسك كحول مثلا لابس كمامة معظم الناس لابسة كمامات الناس كوشس واخد بالها من التلامس العلاقات يسلم بكوعه يسلم ببعيد او يعمل لك هاي او كذا يفتح لكن الريفي اهلان يا ابو عمه واحضان وسلامات وعيه الصحي اقل جدا لان علاقاته بتستلزم ده انه مش بيتصنع ولا قصد وضر نفسه هو لا شك خايف على نفسه خايف على غيره لكن ما ينفعش ازاي ما سلمش عليه ازاي سلم عليه بكوعه وسلم عليه بتاع هات كفك وهات بوسه وحضنه وسلاماته وهكذا فده نتيجة العداد وده نتيجة العداد اه في ال اه انا الاسئلة دي جماعها اقرأها دلوقتي حالنا نصف ساعة خلص خلصت المحاضرة هنقرأ على طول الاسئلة وهجودكم ان شاء الله حتى لو اللايف انتهى انا هرفع اللايف على القناة ان شاء الله وهحط لكم فيه الاسئلة والاجابات زي ما انتوا عايزين في الديسكريبشن اتلاقوا الاجابات للأسئلة الرئيسية طيب يبقى ده دليل اكبر على ان الثقافة هنا متغيرة عن هنا الشكل هنا متغيرة عن هنا الطريقة هنا متغيرة عن هنا الطبائع هنا متغيرة عن هنا والمساحات والمهنة وهكذا دي خلاصة الفصل دي خلاصة الباب الرابع محاضرة القادمة ان شاء الله عشان اللي هي جاهزة هتكون على الباب الخامس الاسرة في المجتمع الريفية والاسرة الريفية وهنا في صفحة 77 هناخد الفصل كاملا ان شاء الله السكاشن العملي بكرة يكون فيها كلام واضح هوضح لكم فيها الجزء العملي سواء الزمل المعيدين هيتواصل معكم عبر تيمز للنقاش وهنكمل هنا ان شاء الله في اي وقت انتوا تحبوا في اسئلة تقدروا توصلوا لي في الفيسبوك في الانستجرام في الواتساب في اليوتيوب بأي طريقة هنتحت امركم وان شاء الله متاح معكم اهم الاسئلة اللي كانت تتقال الامتحانات شكلها ايه سواء ده اتكرر الانتحان قبل الانتحان هتلاقيني باسألك وبتشور معاك وهقول لك انا احط الاسئلة بتاعت ازاي وهكذا انتر عليك دلوقتي اتتابع في كتابك كل اللي انا بتابعه وبقول عليه تعلم عليه وتظلله وتحل اسئلته العملي وتجهز نفسك كتاب العملي وكتاب النظر يبقوا معاك الاتنين جاهزين كاملين مترتب امورك تمام عشان في اي وقت اقول لك هاخد درجة عمل السنة على كذا هاخد درجة العملي على كذا هاخد درجة ما نعرفش توجه دولة حاليا للغلق هنفتح هنقفل الجامعة هتعمل ايه رأيي ادارة الجامعة الناس كتاخرة بتفكر ليل نهار في ازاي نحل الازمة وازاي ناخد بالنا من الناس الامتحان في صفكم ومعاكم وتحت عمركم والامتحان مش هو المقياسة الاصلي مهم منك تستفيد مهم منك تاخد المعلومة والمعرفة ده اهم بكتير جدا كن مطمئنة من المادة دي سواء وانا بتكلم بالثاني وبعد اذن صديقي وزميلي وستاذي واخي الدكتور عبم جيد بتكلم بي اسمه برضو الامتحان سهل في المادتين اقتصاد او اجتماع المادة من اسهل المواد كن مطمئنة بس انت كل اللي عليك تتابع محاضراتك تحضرها اول باول وتخطط في كتابك وتكون كراسك العملي جاهزة يفضل اول باول لان في اي لحظة هنقول لك هات الكراسة العملي مهمة ركزوا في سلامتكم الشخصية ركزوا في صيامكم ركزوا في صحتكم ركزوا في اهلكم خدوا بالكم من نفسكم ارجوكم انتو في البيوت واحنا بندي محاضرات اونلاين عشان ما تختلطوش فكونوا حذرين في الاختلاط بالراحة على نفسكم البلد مش مستحملة ابدا كم كبير من الاصابات لو سمحتوا كونوا حذرين وواعين ارجوكم حفظوا على صحتكم حفظوا على نفسكم وحاضر السكاشنا تبقى محمد رقفة تبقى على اليوتيوب حاضر صفاء على برك الله فيك شكرا لكم يا جماعة ان شاء الله هتابع كل الاسئلة دي وهجاوبها لكم ان شاء الله لو في حد عندي سؤال سريع خلال الخامس دي القادمة انا تحت عمركم انا هشوف دلوقتي الاسئلة سكانش تبقى يوتيوب يا دكتور حاضر هحاول هشوف طريقة انسب ليكم انا بشاوركم في كل محاضر اللي هو تاخده بالكم فمتقلق اوش شكرا لكم شكرا للتعلاقات الايجابية دي كلها اه دكتور كل المصطلحات الانجليش علينا اكتب انت اسمه اي بي اه المصطلحات الانجليش عليك طبعا طبعا اه دكتور قال نذاكر اللي يقول عليه اه يا اه يا بالضبط دكتور صفاء علاء بتقول صفاءات والاجزاء اللي حضرتك ما شرحتهاش في الكتاب ما نذاكرهاش خالص مش دا المطلوب المطلوب انك تركز باللي بقول عليه والباقي لو عندك وقت تقري اطلع عليه مش هتخسلي حالي اما عن اسئلة الامتحام فاحنا نتفق مع بعض ما عنديش انا اسئلة MCQ الامتحام بتاع الاجتماع لا يصلح ان يكون MCQ غالبا لو هنغير الطبيعة هقول لكم هنا لازم اكتب الاسم في كل مرة احضر يفضل عشان نخضح حضورك بس مش اكتر مش اكتر من كده اه اسامة حسن سليمان بيقول حاليا يا دكتور المجتمع الحضري اكتر سيادة من المجتمع الريفي اكتر سيادة تقصد في العدد العدد الاجمالي لان عدد القرى اكبر من عدد المدن وعدد سكان القرى اكبر مجمعا اكبر من سكان المدن مجمعا فتلاقي النسبة 52-6-10 لـ 48-14 رد على حد قبل كده في كومنت قال ذاكروها اه ذاكروه اطلعوا بس الحاجات اللي حضرك بتعديها احنا مطالبين بها اه بس انت تضيعش وقتك في تفاصيل البث يكون محفوظ يا دكتور احمد عبد الواحد اه يا احمد البث ان شاء الله يكون محفوظ بعد المحضرة هترفع على الساعة 12 نوران هاني نجاة احمد اهلا بكم يا جماعة تمام كده اوكي تقريبا فيش اسئلة قريبة تاني شكرا لكل اللي بيعلقوا تعليقات ايجابية بيشكروا في المحضرة شكرا جزيلا لحضراتكم وانا ان شاء الله سعيد جدا يعني بتتواصل معكم في اي طريقة يا جماعة انا تحت امركم في اي وقت سواء في الكورس او في غيره في المحضرات او في غير المحضرات تحت امركم وبالتوفيق ان شاء الله كل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم ساليمي